إذن نقول رسالة كتب بها الشيخ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي إلى الشيخ تقييدين بن تيمية يقول له بسم الله الرحمن الرحيم التفت جيدا سواء كانت قلنا من الذهبي أو من القاضي أو من قاضي القضاة أو من العالم المحدث الفقيه العارف الشافعي الحنفي الحنبلي المالكي المهم هي تكشف حقيقة ما كان فيه المنهج التيمي يقول الذهبي في رسالته إلى ابن تيمية يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ذلتي يا رب ارحمني وأقلني عثرتي واحفظ علي إيماني وحزناه على قلة حزني وأسفاه على السنة وذهاب أهلها وشوقاه إلى إخوان مؤمنين يعاونونني على البكاء وحزناه على فقد أناس كانوا مصابيح العلم وأهل التقوى وكنوز الخيرات آه على وجود درهم حلال وأخ مؤنس طوبة لمن شغله عيبه عن عيوب الناس رسالة من الذهبي إلى ابن تيمية يقول له طوبة لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وتبا تبا يا ابن تيمية وتبا لمن شغله عيوب الناس عن عيبه إلى كم ترى إلى كم ترى القذات في عين أخيك تراقب الناس على الأمور الصغيرة على الذرة على القذات وتنسى الجذع في عينك وتنسى الجبل في عينك يا ابن تيمية تراقب الناس وتنتقد الناس على الأمور البسيطة الأمور التي لا تكاترى وأنت في عينك الجذع والجبل إلى كم ترى القذات في عين أخيك وتنسى الجذع في عينك إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم العلماء وتتبع عورات الناس مع علمك بنهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تذكروا موتاكم إلا بخير فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا بلى أو بل بلى أعرف إنك تقول لي لتنتصر لنفسك لتنصر نفسك يقول له أنا أعرف إنك تقول لي لكي تنتصر لنفسك لتنصر نفسك ماذا ستقول؟ تقول إنما الوقيعة في هؤلاء لا ألاحظ نفس الكلام الذي تسمعه الآن عندما تدخل في أي نقاش تدخل في أي حوار تطلع على أي حوار للتائمية من من أكبر رأس عندهم إلى أصغر رأس عبارة عن مقلدة نفس الكلام يأتون به لا يوجد غير هذا نسخ لسق كبيبست هذا هو الذي عندهم ليس أكثر من هذا لاحظوا نفس الكلام كلام صدر في القرن السابع الهجري أو القرن الثامن الهجري ونحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري ماذا يقول له يقول بلى أعرف أنك ستبرر ستدلس ستغالط يقول بلى أعرف أنك تقول لي لتنصر نفسك ستقول إنما الوقيعة في هؤلاء الذين ما شموا رائحة الإسلام الذين ما شموا رائحة الإسلام ولا عرفوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو جهاد يعني الوقيعة بهؤلاء جهاد هذا هو نهج التمية كما أشار إلى هذا ابن الأثير إذن الوقيعة في الناس عندهم جهاد الإرهاب عندهم جهاد القتل عندهم جهاد يقولون من أين يأتي الدواعش بالتنظير لإرهابهم ولسفكهم للدماء هذا هو التنظير هذا هو الأصل الأصل هو ابن تيمية هذه هي رأس الأفعال الإرهابية يقول إنما الوقيعة هذا يقول له أنت ستقول يا ابن تيمية إنما الوقيعة ابن تيمية يقول للذهبي إنما الوقيعة في هؤلاء الذين ما شموا رائحة الإسلام يعني هؤلاء ليسوا بمسلمين ما شموا رائحة الإسلام ولا عرف ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الوقع جهاد يكمل يقول بل أو الله عرفوا خيرا مما إذا عمل به العبد فقد فاز يرد عليه يقول لا هؤلاء عرفوا خيرا من الذي إذا عمل مما إذا عمل به العبد فقد فازه وجهلوا شيئا كثيرا مما لا يعنيهم ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه